في إطار سعيها للاستفادات من منابر التدريب الدولي في مجال دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أقامت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائية ورشة عملنا حول دور مؤسسات التأهيلة في تنمية المجتمعية الدامجة والشاملة للجميع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تسعى بكامل جهدها لتستفاد بمنابر التمويل الدولي ومنابر التعاون الدولي لنتوفر تدريب تقني عاري المستوى للأخصائيين بمجال رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وهذا النشاط يندرج من إطار خطة العمل اللي وضعها السيد وزير الشهون الاجتماعية والعمل على ثلاثة محاول رئيسية كان واحد من هذه المحاول هو تجويد أو خليني أقول الارتقاء بالخدمات الموفرة عبر مراكز رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة سواء من حيث الطاقة الاستيعابية أو من حيث جودة الخدمات الموفرة الدورة هي بمجال رفع الوعي والكفاءات للمؤسسات الوزارة بمجال التنمية المجتمعية الدامجة ستكون لمدة ثلاثة أيام وستكون تفاعلية وستتكرر على مدى ثلاثة شهور لتغطية جميع المعاهد ومؤسسات الوزارة وحيكون بالنهاية في ورشة رابعة جامعة للخروج بمثل خريطة عمل وتوصيات لتحسين دور المؤسسات بالتنمية المجتمعية الدامجة هي موجهة أساسا حتى نستطيع أن نطرح الأفكار الجديدة التي يمكن للمؤسسات التأهيل والمؤسسات الإعاقة أن تقوم بها في إطار الاتفاقية الدولية لحول الأشخاص والعاقة وتطورات العالمية من حيث أهمية أن العمل يستهدف الدمج للأشخاص والعاقة يستهدف تمكين الأشخاص والعاقة والعمل في المجتمع المحلي للأشخاص والعاقة والانطلاق من مراكز ومؤسسات التأهيل إلى البيئة المحلية التي يعيش بها الأشخاص والعاقة وبالتالي يمكن أن نحن نستطيع أن نحقق أقصى استفادة من مؤسسات التأهيل والمراكز الموجودة وكذلك المتخصصين الموجودين هذا الفكر يسمى بالتنمية المجتمعية الدامجة والشاملة للجميع نهج تنمية المجتمعية الدامجة والشاملة للجميع يحقق التغيير في حياة الأشخاص والذوي الإعاقة من خلال المساوات في الحصول على خدمات جيدة نوعية والمشاركة الكاملة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لمجتمعاتهم ترجمة نانسي قنقر